موسيقى السلام عليكم ورحبكم فيديو جديد ورحبكم في القناة موسيقى شكرا لكم بزاف فيديو سبيسيال اليوم اللي طلبتوا مني بزاف زكري عفاك دائما اشي فيديو كيفاش نخدمه بالموس هذا الفيديو سبيسيال لكشاش بغيتكم كاملين اشتركوا في هذا الفيديو حتى الاخر وبغيتكم كاملين اضعوا لايك لكي تشجعونا ونضع لكم الفيديو اللي هم اجدد ان شاء الله وانشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم مرحبكم في هذا الفيديو ان شاء الله سيكون عبارة على تكاريتها كما نقولها بالدريجة المغربية والحلاقات الوجه بالموس يعني غادي نحاولوا اننا نحسنوا اللحية ديالنا بالموس بطريقة اللي هي بروفيسيونيل اركزوا معايا الاخوان في هذا الفيديو هذا اول حاجة اللي اخوان كنديروها هو اننا كنجيبوا فوتا سخونة وكنحطوها الى الوجهة ديال الزابون ديالنا بهذه الطريقة فالفوائد ديال الفوتا سخونة فضل مرحلة فرعة عديدة منها اول حاجة انها كترتبلك اللحية يعني كترتبلك الزغبة باش فاش كتحسنها تاني حاجة هو انه الزابون ديالنا كيحس بواحد الراحة ولا بواحد المساج الوجه دياله لانه الفوتا سخونة فراء تحيد العياء وكتني طويه الوجه في نفس الوقت وكتحل الماسعم فاللي غادي نستعملوا في هذا الفيديو هذا عندكم بيع اما تستعملوا لاموس وديال جيالات ولا تستعملوا كريم فانا غادي نستعمل كريم كيما كتشوفوا معايا اي كريم تقدروا انكم تستعملوه وتحسنو به الوجه ديالكم من بعد الاخوان ما خلينا الفوتا ديالنا واحد شوية على الزابون ديالنا الوجه دياله وطبيعة الحل هذي نحاولو اننا نحيدوها ونمصيو بها لبارب ديالنا مزيان يعني الوجه اللي غادي نحسنوه هذي نحاولو اننا نمصيوها مزيان ونمسيوها مزيان بالفوتا اللي تكون سخونة الاخوان فارع ضروري هذ المرحلة ومهمة بزاف وكتسهل عليك الخدمة بزاف من بعد الاخوان غادي نهزو الكريم ديالنا وغادي نحاولو اننا نديروه لوجه ديال الزابون ديالنا والبارب دياله بطبيعة الحل وغادي نحاولو اننا نخدموه بيدينا مزيان فإلا درتي لاموس فارع غادي تخدم بالبليرو أما إلا درتي الكريم فغادي تخدم يعني باليد ديالك باش يعني ارتبلك الزغبة باش فاش تحسنها جي يعني ذاك شي يجيك ساهل وفي نفس الوقت الزابون ديالك يكون مرتاح في الحلاقة وما كيحسش يعني بالموس كيدوزلي على الجلدة لانه هذا هو أهم حاجة خاص الزابون انه ما يحسش بالموس والله تلاحظ انه كيغمض عيني يعني راكس حتي بالموس يعني هاد الحواج هادو اللي يخصوهم ما يكونوا في الحلاقات ديال الوجه ذاك شي عليش خاصكم تركزول اخوان مزيان ان في هذا الفيديو هذا لانه في ع protest من بعض الاخوان ما مصينا الوجهه ذيالنا مزيان انضحكوا الكليان شوية وطبعث الحال نأخذوا علاج الامج prospect ولا اي حاجة تقديروا انكم تبقىو تمسح فيها الامج فحاولوا انكم متعطو Relations حدكم ولا شي جليدة ولا اي حاجة تقديروا انكم تستعملوه على حسب ايان شمم هيفك اكت استعملوا ونبدأ الخدمة لنا لانه لا تركز عليها اليد الموس لا تركز بزاف على اليد الموس لانا اليد الموس نصائح لذلك هو تشد الموس بطريقة بسيطة بطريقة سهلة وانت مرتاح فيها وحاول انك لا تزير على الموس ولكن الصبع او اليد الموس فهي اللي مهمة بزاف كما تلاحظون معي فرحة تريدها جلدة يعني ضروري ان تجبت جلدة لأنك تحسن إذا لم تأتي الجلدة فلا سوف يدوز لك الموس و سوف يجرح لك لأن الجلدة ستكون مجبدة لكي تستطيعون أن تحسنه والكليان مرتاح كما ترون معي يعني اليد الذي لا يوجد الموس فهي التي تعمل كثير من اليد الذي يوجد الموس وكان بدول طبيعة الحالة ذو أراه مراحلة لكي لا تأتي وتعز الموس والضرب كما ترون معي نخدم هذا الفاصل بهذه الطريقة كما ترون معي وحاولوا أن تذهبوا مع الزغبة في الغادية بحل ذلك هنا الزغبة لها تجيه فأنا سأمعها في الاتجاه لما عمرك تمشي العكس الزغبة لأنك لما تمشي العكس الزغبة فأنا سيحس باللموس وهنا الاخوان سنجدون الموسطاج التوارع ضروري لأنه هو الذي يكون قاسح شوية فالطريقة بسيطة كما ترون معي نحاول نجبت جلدة ونمشي مع الموسطاج ديالي يعني نمشي مع الزغبة فين غادية نمشي معها ونتبعها طريقة التي هي سهلة الأخوان والتي هي بسيطة فقط تركزو على الصبع ولا يد اللي كان شدو بها لوجه الكليان بحال هاد المناطق هادو كما تشوفوا معي هاد المناطق الاخوان حاول تكون فيهم شوية حادرين لأنهم يعني سهل أنك تزرح فيهم الكليان من بعد غندوزو الفاص الثاني حاول أنك ما تضرش للكليان يعني حاول من جهة واحدة تخدم الفاص بجوجه الاخوان باش ما تضرون لجيش الكليان الموس ديالنا بطبع الحال يكون ديما نعس هذه حاجة باين الاخوان الموس يكون نعس يعني الموس ما يكون شوق و وليد الأخرى نتراها جلدة جيدا كما كتشوفوا معي شد الموس لا تزير على الموس لأنك لاغزرتي على الموس بالكليان سيحسبúcar فنحس كي تزيار على الموس وكنتبع يعني الزغبة فيه إنا غادية كنتبعها يعني طريقة اللي هي سهلة وهنا الإخوان سنحاول أنهم نأتي من هذا الجهه ونحاول أنه يعني نتبع الزغبة فيه إنا غادية نرى متبع الزغبة يعني شعر فيه إنا غادية متبع وكنتحيده بهالطريقة هذه الإخوان توصلت لهذه البلاثة هذي ونزيد على ثاني نفيني الاماكن نخصوهم يتفينوه مزيان بحالة الاماكن كما تشوفو معايا من بعد ندوزول الفاصل تاني ديال المصطاج ديالنا تاوى نحيدوه ونمشيو معه لانه المصطاج غادي لها تجي فانا را كنجي مع الها تجي ما يمكنش منشدوه ونضربوه لجيال اخرى لانه الكليان ديالنا غايحس بالنموس احنا ما بغناش يحسب الزرزوار ما بغناش يعني يبقى يتقلمون لاشي حاجة لانه يتقلم الزبون فارق مدرسي حتى شي حاجة بالعكس يضحك كما كتشوفوه يهضر معايا ولكن جنبالي اخوان انكم تخليوا الكليان يبقى يهضر معاكم فاش يكونوا كتحسنوا لي لانه تقدروا تزرحوه في اي لحظة من بعد الاخوان غادي نحاولوا اننا ندوزول هد بي بينا كما كيقولوا لها احنا كنقول هد بي بينا اللي هي ديال اخوان نحاولوا بطريقة اللي هي سهلة هنا الاخوان حاولوا انكم يعني تردوا البال شوية مع الموس لانه تقدروا تزرحو الزبون ديالكم ولكن لان عز تلموس ديالك وتريتي جلدة فارق مغتزرحوه حتى شي حاجة وهنا كما كتشوفو معايا في الاسفل فارق هنا رأى سهلة الاخوان فقط كتبع شعر ديالك وحاول انك يعني تحت تلموس بطريقة اللي هي صحيحة ويكون الموس ديالك ديما سوليد ديالك تجبت بيها جلدة باش ميتزرحو الكلية يعني الاخوان مارحي اللي هما ساهلين الاخوان حاولوا انكم يعني تطبقوا هذل مارحي الكمه هما فارغتوصلوا لنتيجة اللي هي مزيانة من بعد فاش كتسالي كل شي كتحاول انك تفيني الاماكن اللي خصومت تفينه فالإذا كان الزبون ديالك بغي يفيني اللحية دياله يعني يمشي معها بالعكس فارغت تمشي معها ونصحكم انكم تستعملوا جيلت يعني كل شي كيعارفوا جيلت تحاولون انكم تستعملوا فهي حسن من الموس يعني تفينيها بالموس لانه الموس كيكون قاس على حسب الجلدة ديال الزبون اما جيلت فهي يعني شي حاجة اللي هي صحية وارطبة كتدوز يعني خفيفة هنا في الفينيس والإخوان تديروا هذل طريقة وكتفينيوا بها فراء الزبون ديالنا هنا ما غادش يفيني يعني اللحية دياله او الوجه دياله لانه كل واحد يعني يكيفينه كل ما كيفينه على حسب لابو دياله واش كتستحمل الفينيسي ولا ما كتستحمله من بعدها الاخوان مثالين يعني النقاط والمراحل المهمة باش حيدنا للحياة غادي نحاولوا اننا ندير واحد الفوطة واحدة واخرى اللي تكون سخونة تايا نحاولوا اننا نكمدو الزبون ديالنا الوجه دياله نديروا لها امبتي ماساج الاخوان اللي هو غادي نديروا له قوماج وماسك الاخوان يسبب الناس اللي معارفينش يعني المراحل ديال القوماج وماسك فنصحكم انه نخليكم هذا الفيديو التحت في الوصف اجتocracy تزالي هذا الفيديو وازلو ت heft patch انا ان숙له ولكن م قد يكش نركزوا عليه لانا هو هذا الفيديو خاص بكيفاش اننا نحاول للحياة nehهذا هو الفيديو وذا د Jackieこれ handsome فنسب بنسبة الناس اللي يبغاوا يزيدوا يستفدو في الماستجوال فهذا كان ديروه مع لابارب مع اللحياة فنخليكوا فيديو التحت في الوصف بدخلو تفرجوا فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة